كله تأكيد هو منتخب مبشر للكورة السودانية ودائماً نحن في المنتخبات السنية أعتقد أنه بنقدم وش جميل ونقدم تجربة جميلة ما دارنا نرجع له أنا صبره هوم أنا صحمد كمان أعتقد أنه قدموا لجال دي قدموا التجارب جيدة للمنتخب حتى محمد موسى ساتو وقدموا تجربة كويسة لكن بتبقى بعدين عندنا الفصلة بتاعت الاستمرارية دي المشكلة بتواجهنا لو رجعنا للمباراة نحن بنلعب قدام منتخب فيه خمسة ستة لعيبة محترفين ومحترفين معدين إعداد جيد واضح الفوارغ التكتيكية والفوارغ التكتيكية ما بقوله المهارية تكتيكياً هم عندهم انضباط تكتيكي أفضل على النبي كثير ليش لتأسيس العلمي المنهجي المتحلوم في المدارس في تحت أوروبا وفي كندا وفي أمريكا عندهم لعيبة بيلعبوا في مصر يعني منتخب تحيص أنه من ناحية تكتيكية عنده انضباط عالي عنده جودة تكتيكية عالية للمنتخب الجزائري المنتخب السوداني تحيص أنه لسه يعني في جوانب بتاع مع احترامنا لمحمد موسى لكن لسه في نقص في التأهيل والإعداد لللاعب رغم هنا اللعبة ممتازين مهارياً لكن تكتيكياً تحيص أنه لسه المنتخب تدلي شغل أنا النقطة دي هنا ما بحمل لمحمد موسى ما بحمل لمحمد موسى اللوحده بحمل إنه شنو الإعداد بتاع محمد موسى ما ممكن لديه كل شيء التهيو عليه والإعداد بتاع اللاعب السوداني اللاعب مغارنة باللعب السوداني مغارنة باللعب الجزائري لا يوجد مدرسة مدرسة ومنافسات شغالة مدرسة لا عنده منافسات شغالة لكن عموماً هو وشه مشرق ووشه جميل يعني نحن عشان يعني شيء مفرح جداً جداً رغم من الهزيمة من الولعب الجزائري لكن كنا متكيفين وفرحانين جداً للآداء القوي والآداء لدرجة عالية من الجودة يعني أعتقد أكثر من وجه ظهروا بشكل جيد وشكل ممتاز